اشتركوا في القناة وهو القوائم المنسدلة القوائم المنسدلة هي عبارة عن معلومات جاهزة ممكن اختار منعدها اثناء ادخال البيانات بالجدول طبعا راح نتعلم بشكل مباشر الطريقة وبالتالي بعد ما نكمل اجراء القائمة المنسدلة راح نتعلم ونعرف شنه هي القائمة المنسدلة طبعا في البداية راح نشأ جدول من انشاء جدول وطبعا في البداية راح اضيف هنا من نص مختصر راح اسم الموظف ايضا راح اختار نص مختصر راح اختار هنا الشهادة ايضا هنا نص مختصر راح يكون الجنس نص مختصر راح يكون المحافظة جيد اخيرا راح يكون هنا رقم مثلا راح يكون رقم الهاتف مثلا لا على التعيين جيد جيد من الطريقة العادية الى طريقة التصميم راح اجي هنا الى الشهادة اذا اجي هنا اضغط كليك راح القى هنا معالج البحث اللي هي look up wizard طبعا هذه التقنية موجودة بطريقة عرض الجدول العادية هذه تظهر فقط بطريقة عرض الجدول اثناء التصميم جيد اذا اجي اختارها هنا راح تظهر لهذه النافذة طبعا من خلال هذه الخاصية اقدر اصنع القوائم المنسدلة طبعا هنا راح يخيرني بطريقتين لاضافة القائمة المنسدلة ياما اضيفها من خلال جدول او استعلام ياما اكتبها اني بايدي راح نختار في هذه المحاضرة القائمة المنسدلة بالطريقة اليدوية الاعتيادية وان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نتعلم كيف نعمل القائمة المنسدلة من خلال جدول راح اجي هنا اختار التالي وراح نانا اجي احدد تفاصيل القائمة المنسدلة عدي هنا طبعا الشهادة راح اكتب مثلا ابتدائية اضغط tab واكتب متوسطة tab اعدادية مثلا بكالوريوس tab ماذا ماجستير ودكتورا طبعا بعد ما كتبت القيم اقدر اكتب القيم اللي انا اريدهم بعد ما كملتهم راح اضغط على التالي طبعا اهنانا هذا الاسم راح اخلي نصا كما هو اللي هو اسمه شهادة ويعجبني اذا اريد اغيره بكيفي انا راح اخلي كما هو اهنانا عندنا التزم او التزام بهذه القائمة يعني شنو طبعا اذا افعل هذا الخيار البرنامج ما راح يسمح لي انه اكتب بهذا الحقي الكتابة او نص بالكيبورد لابد انه اختار من القائمة اذا فعلت هذا الخيار في حاله اذا ما فعلته لا اقدري اما اختاري اما اكتب من الكيبورد وطبعا الافضل انفعله حتى القائمة المنسدلة حتى النصوص تكون مطابقة تماما للقائمة ومتشابهة يعني ما حد يجي يكتب لي بكالوريوس والثاني يجي يكتب لي بكالوريوس بطريقة اخرى ممكن نقص حرف اما ذاك فعلت هذا الخيار فالكل مجبورين يختارون البكالوريوس اللي انا كتبتها وبالتالي راح تكون كلمات كلها متشابهة ومطابقة تماما هنا انا السماح بقيم متعددة اذا افعلها اقدر اختار اكثر من قيمة يعني اقدر اختار بكالوريوس وماجستير وطبعا في اغلب الاحيان ما تكون صحيحة يعني اما بكالوريوس اما ماجستير والافضل يكون اختيار واحد فما راح افعلها اني راح اجي هنا على انهاء وبالتالي راح اجي احفظ وراح اغير الى الطريقة الاعتيادية اللي هي طريقة ورقة البيانات راح اجي هنا اكتب اسم الموظف مثلا علي احمد واجي هنا على الشهادة اذا اجي اضغط هنا على الشهادة راح تظهر لي سهم وهذا السهم راح اقدر من خلاله اختار قائمة مثلا راح اختار هنا ابتدائية ومثلا محمد راح اختار مثلا بكالوريوس باسم ورح اختار مثلا ماجستير وهكذا اقدر اختار الشهادة بشكل دايناميك من خلال القائمة المنسدلة طيب راح اجي اضيف الجنس بنفس الطريقة اول مرة لا بد انه اغير اعرض التصميم واجي الى الجنس واختار هنا معالج البحث او look up wizard فايضا راح اختار اكتب بنفسي التالي ورح اكتب مثلا ذكر انثى والتالي التزم بالقائمة ومن ثم انها طبعا هنا المحافظة ما راح نضيفها حاليا راح نخليها بالمحاضرة القادمة اللي راح نعملها بالطريقة الاخرى طبعا اذا اجي هنا احفظ واجي هنا الى بيانات الموظفين واضغط هنا نكليك اي من طريقة اعرض ورقة البيانات ممكن هنا اضيف فاطمة مثلا واختار الشهادة مثلا بكالوريوس اجي هنا الى الجنس انثى وباسم راح يكون ذكر وطبعا عدنا باسم ذكر ممكن علي راح يكون ذكر ومحمد ايضا ذكر اذا تلاحظون اقدر اني اختار على شكل قائمة منسدلة طبعا هذه الطريقة الاولى من طرق انشاء القوائم المنسدلة وطبعا هذه الطريقة تستخدم في حال لو كان عندي عدد المفردات والمكونات او الخيارات بداخل القائمة قليل اقل من عشرة او اقل من خمسة ولكن اذا كان عندي العدد هنا كبير مثلا عندي هنا المحافظة المحافظات ممكن يكون عشرين او مثلا عندي الدولة ممكن الدول يكون مية او ميتين ففيش حالة ضروري انه ما تنضاف بهذه الطريقة نضيفها من خلال الجدول اللي راح نتعلمها ان شاء الله بالمحاضرة القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى